موسيقى موسيقى مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج اكستر تايم حلقة بداية الأسبوع رح أكون معكم فيها أنا وفراس الجمل بمواضيع رياضية عديدة ومنوعة على الصعيدين المحلي والعالمي مساء الخير عليكم جميعا وبإكستر تايم الليلة رح نحكي عن النادي الأهلي واستعداداته للموسم القادم بالإضافة لأنه رياضة السرعة رح يكون لها نصيب كبير بحلقتنا لهذا اليوم وأكيد رح نتعرف على معلومة رياضية جديدة بفقرة صحيح معلومتك إذن البداية محليا وتحديدا مع الليث الأبيض النادي الأهلي اللي استطاع خلال الموسم الماضي يعود لمنصات التتويج من خلال فوزه بلقب بطولة كأس الأردن بالإضافة لإفتتاحه الموسم الحالي بفوزه بلقب كأس الكؤوس لنتعرف على استعدادات النادي الأهلي للموسم الجديد رح يكون معنا المدرب القدير ماهر البحري المدير الفني للنادي الأهلي مساء الخير كابتن ماهر مساء النوري أهلا وسهلا فيكم شكرا للإستضافة اللطيفة أهلا وسهلا فيك إذن استعدادات النادي الأهلي وتحضيره لبطولتي الدوري والكأس بالتقرير التالي لأن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها يواصل النادي الأهلي تحضيراته واستعداداته لبطولتي الدوري والكأس بعد أن أنهى تعاخداته واستقر على الأسماء التي سيلعب بها هذا الموسم وإبقائه على المدير الفني السوري ماهر البحري لموسم جديد وهو قائد لدكة الليث الأبيض الأهلي الذي يملك أسماء تهدف على مواصلة الإنجاز بعد تحقيقهم لقب الكأس في الموسم الماضي ومنافستهم حتى الأسبوع الأخير على لقب الدوري بالإضافة إلى افتتاحهم الموسم الحالي بلقب السوبر على حساب الوحدات تسعى جديا للمزاحمة أيضا هذا العام على لقب الدوري الذي أصبح المطلب الأول لها ولجماهيرها استحقاق جديد ينتظر الأهلي أيضا هذا العام وهو المشاركة في بطولة كأس الاتحاد الهاسيوي للمرة الأولى في تاريخه كونه حقق لقب كأس الأردن ولن يكون هدفه فقط المشاركة من أجل المشاركة فهو يهدف للوصول بعيدا في البطولة القارية كيف سيظهر الليث الأبيض مع بداية الموسم الجديد الذي سيفتتحه بلقاء الرمثة على ملعب الحسن في أولى لقاءات دور المحترفين وهل بإمكانه استعادة لقب الدور الغائب عن خزائنه منذ سنوات وكيف ستكون مشاركته الأولى في كأس الاتحاد الاسيوي هذه الأسلة وغيرها تدور في ذهن الشارع الرياضي الأردني وسيكون الموسم الحالي كفيلة للإجابة عنها كابتن ماهر قبل أن نتحدث عن الاستعدادات للنادي الأهلي قبل بداية دور المحترفين خلينا نرجع شوي لبطولة الدرع يمكن نادي الأهلي ما ظهر بالشكل المطلوب خلال بطولة الدرع خلينا نحكي عن الأسباب نحن بعد ما انتهينا من كأس الكؤوس الأردنية وحققنا البطولة كان في إمنا جلسة مع الإدارة فكان الطلب أن نحن ما نطلب حتى بطولة الدرع نحن لدينا مجموعة من اللاعبين المميزين المفروض خلال الفترة تبعية بطولة الدرع كونها هي بطولة غير رسمية نعم أن نحن نجرب أكبر عدد ممكن من اللاعبين ما بدنا نحط أن نحن البطولة قدام عينينا كرمال أن نحن نركز على إدارة الشلاعب وما نعود نهتم بباقي اللاعبين بينما صار هنا التبديل شبه مفتوء كان يحقنا ستة إلى سبع لاعبين وخضنا نحن المنافسة تبعية بطولة الدرع تقريبا كل مباراة نبتدي بتشكيل شكل كرمال أن نحن نعطي اللعب لأكثر من اللاعب وفعلا حققت الغاية المرجوية التي نحن بدنا إياها من هذه البطولة والحمد لله نحن قدمنا مباريات حتى بالدرع كانت المباراة جيدة جدا طبعا مجموعتنا كانت ربما مميزة فيها أكثر من فريق جيد ما تأهلنا نحن من خلال مجموعتنا بس مو معناته أن فريق الأهلي لم يقدم لا بالعكس قدم مباريات جيدة من خلال بطولة الدرع واستفدنا منها استفادة كثير حقيقية وإن شاء الله تتمت استعداد للنادي الأهلي للدوري وإن شاء الله بيظهر فريق الأهلي بمستوى جيد ومقبول خلال الفترة القادمة ورح تشوفوا هذا أكيد من خلال بطولة الدوري والكأس إن شاء الله كانت عبارة عن مرحلة استعدادية أولية هلأ النادي الأهلي عم بيستمر باستعداداته للدوري بتدريبات يومية وكمان عم بيخوض مباريات ودية كيف بتشوف هذه المرحلة؟ طبعا هي مرحلة الاستعداد دائما بتكون هي الأصعب عند اللاعبين كونه يعني فيها جهد وفيها مشقة وفيها تعب زيادة وعلى أد ما يتعب اللاعب يعني خلال الفترة التحضيرية على أد ما نحن منستفيد بالدوري لأن هي فترة الإعداد هي الأساس بكرة القدم بصراحة طبعا نحن بدينا مثل ما حكيتي بكأس الكوس والحمد لله كان في استعداد جدي قبلها البطولة لمدت تقريبا شي شهرين قدرنا من خلالها نكسب البطولة لأول مرة بتاريخ النادي الأهلي بعدها اجت كذلك الأمر بطولة الدرع استمرنا نحن بعملية التحضير والحمد لله هلأ من خلال الفترة يعني خضنا عدة لقاءات ودية مع أندية يعني جيدة وحققنا نتائج كذلك الأمر يعني مأبورة مع أني أنا يعني باعتقادي أني المباريات الودية ما بتعطي كمان المظهر الحقيقي لأي فريق يعني البطولة الرسمية دائما هي اللي بتظهر إمكانيات الفرق الحقيقية لأن يعني أنا كمدرب أو أي مدرب تاني وقت اللي بمباراة ودية ممكن يجرب أي لاعب يعني لا على التعيين بينما وقت اللي بده يلعب المباراة الرسمية أكيد بده يحط يعني اللاعبين الأمياز والأحسن كرمال أني يعني ما يتعرض للخسارة هذا أهم شيء كرمال أني هي نتيجة يعني المباراة الودية عبارة عن تجربة لجميع اللاعبين طبعا هي مو تجربة لجميع اللاعبين بس حتى تجربة للمدرب واختبار حقيقي للمدرب يعني بده يشوف أني الشيء اللي عم يعطيه من خلال التمارين عم يتناسب مع وضع الفريق يعني احتمال أنت مثلا تكون عم تدرب مثلا بشيء معين نجرب نحن من خلال مباراة لقي أني هذا اللي أنا عطيته يعني مثلا على سبيل المثال بإحدى المباريات كنت عم أطبق أنا معهم يعني طريق ثلاثة خمسة اثنين نعم جربناها نحن ببعض التمارين كانت نوعا ما ناجحة وقت اللي خضنا بمباراة ودية ما نسجمت مع اللاعبين يعني أنا حسيت أني بعيدة عنهم كتير فمباشرة يعني قمنا بتغيير طريقة اللعب أكيد رجعنا لطريقتنا الأساسية اللي نحن منلعبها والحمد لله يعني خضنا بعدها ثلاث مباريات والثلاث مباريات اللي فزنا فيهم وهي شغلة إيجابية يعني الحمد لله يعني حتى المدرب ما الاختبار هو لللاعبين حتى الاختبار هو للمدرب نفسه للجميع طبعا كابتن ماهر زي ما بتعرف حضرتك يعني انطلاقة الدوري تأجلت لنهاية هذا الشهر بالإضافة أنه رح يكون هناك توقف آخر يعني ندر نحكي بعد انطلاقة الدوري بجولتين فيعني شو رأيك أنه هذا الإشي هل هذا الشيء يؤثر على الاندي سلبيا؟ شوف يعني نحن خلال هذا الموسم باعتقاد التوقفات رح تكون كتير بسيطة يعني أنا طلعت على برنامج الدوري والكأس توقفات بسيطة جدا يعني يمكن بمرحلة الزهاب في عنا توقف يعني لمدة أسبوع هذا شيء لا يكاد يذكر يعني بالعكس يعني رزنامة الدوري والكأس هذا الموسم باعتقادي أفضل بكتير من المواسم السابقة وطبعا يعني الفرق كذلك الأمر هالموسم كذلك يعني كمان مستعد بشكل كتير كبير ورح تشوف منافسة حقيقية هذا الدوري باعتقادي يمكن من سنوات عديدة ما رح يجي بقوة هذا الدوري اللي إجاه هي السنة إن شاء الله معظم الفرق لأن حضر حالة جابت لاعبين على مستوى عالي يعني عما تطمح للبطولة رح تلاقي في منافسة شرسة أنا باعتقادي رح تكون على المراكز الأولى إذا نكيد نتمنى زي ما حكى الكابتن ماهر يعني نشوف هذا الموسم يكون موسم مختلف عن باقي المواسم موسم شرس زي ما حكيت وتفضلت حضرتك إذن كاميرا إكسترا تايم التقضت ببعض نجوم النادي الأهلي وحكوا يعني ندر نحكي عن انطلاقة الموسم القادم كيف رح تكون نشوفها بالتقرير التالي نرجع لكم أول شي بسم الله الرحمن الرحيم أنا بحكي عن السنة الماضية كل شي قدمته بفضل العيبة وبفضل المدرب كلنا قروب مع بعض ومجموعة مع بعض إن شاء الله الموسم هذا إن شاء الله إن شاء الله نكون منفسين على الدورة هذا طموحنا إن شاء الله عنا مجموعة شابة وعنا فريق مميز إن شاء الله استعدادنا كان كويس لعبنا أربع مبرايات ودية وعنا مبرا ودية بكرة مع البقعة ويوم تلاثنين مع الجزيرة بعدين منغلق الاستعداد منغلق استعداداتنا للدورة في عنا معسكر احتمال إنه يكون بس ذيق الوقت إنه يمكن ما يكون إش موجود فريق الأهلي فريق كبير أثبت حضوره يعني خلال ثلاث أشهر قدر إنه يحتصل على بطولة كأس الأردن وكأس السوبر المسؤولية ضعفت علينا الحمد لله رب العالمين كل فريق تقى إن شاء الله هذا الموسم يكون موسم غير موسم ننافس فيه عبطولة الدوري موسم نحافظ فيه إن شاء الله عبطولة الكأس أتوقع إنه يكون دوري قوي هذا الموسم يعني الكل مستعد إليه بشكل كبير الحمد لله أنا أكثر من مرة صار إيجاني أسئلة على قصة الوحدات والفيصلية وأنا بعد يعني تفكير طويل واستشرت خبراء يعني وأهلي وقررت إنه أضل بالنادي الأهلي لأنه النادي الأهلي احتضرني وقت ما كنت أنا محتاج إنه يعني محتاج إنه يعني محتاج إنه ألعب وكان هو طريقي للمنتخب الأول زي ما تعرف ومقصروش معي طبعا الإدارة والمدرب ويعني شايف إنه لسه يعني أنا كمحمود مرضي لسه عندي لسه لازم أرد جميل غير الكأس والكأس الكوس لسه فيه جميل لازم أرده للنادي الأهلي وإن شاء الله بنتوج السنائب والدور إن شاء الله الحمد لله رب العالمين هون عنا بالنادي الأهلي ما سواء الله جيل يعني صاعد يعني بيبدو الجهود يعني جبارة ومع المدربين وشو اسمه مع المدربين يعني جهودهم جبارة إنه بنقدر نؤدي هيك بالملعب وتمرين يعني الحمد لله رب العالمين الواحد بيكاثف جهوده يعني مشان يؤدي بالملعب والحمد لله ما شاء الله الشباب عنا هون خامات رائعة ما شاء الله عليهم يعني صراحة إنك تكون في التوي إنجاز صعب إنك تحافظ عليه وتظل في المراكز أولى أصعب الموضوع لما تكون كنادي أهلي عندك جماهير يعني بلش ترجع شوي للساحة لعبنا مبارات السوبر مع الوهدات الحمد لله توفقنا وأخذناك على السوبر بداية موسم هذا إشي إيجابي وإشي بحطنا تحت الضغط أكثر إنه أنت فريق بطل مش فريق دي تسلى والله سويتها مرة ومش راح تعيدها فإن شاء الله إنه هذا الموسم اللي استداركت كويس كثير إحنا من أول الفرق اللي بلشت في التحضيرات وإن شاء الله أنا متفاعل إنه الموسم هذا النافس على الدوري وعلى الكأس إن شاء الله استعداتنا للموسم المقبل إن شاء الله تكون كويسة وبدأنا موسم كويس أخذنا كأس الكوس إن شاء الله هاي الإشي بعطينا حافز وبعطينا معنوية إنه نكمل لأنه إشي صعب بالنسبة لنا للأهلي إنه يعني فات بثوب البطل وفات في المنافسات ولازم نحافظ عليها يعني إن شاء الله خير إنه أمورنا إن شاء الله البدنية منيحة والفنية كويسة والإدارية مستقرة الحمد لله رب العالمين النادي يعني ماشي بطريقة احترافية كويسة بموفرنا بكل الاحتياجات اللي بدنا إياها والأمور المادية والأمور المعنوية والفنية كلها الحمد لله منيحة يعني كابتن مثل ملاحظنا كل اللاعبين متفائلين بالموسم الجديد وحاطين هدف أمامهم اللي هو تحقيق لقب منافسي على لقب طبعا أنسى يعني من أهم الأسباب اللي بتخلي الفريق نافس نوعية اللاعبين عندنا نوعية من اللاعبين أنا باعتقادي مقاتلين يتمتعوا بروح معنوية قتالية عالية طبعا إذا ما كان عندك منها النوعية هاي طبعا في عندها الانضباط في عندها النظام في عندها الروح القتالية العالية في عندها المحبة والتكاتف بأرض المنعب هذا ما تنجح نعم وطبعا يعني مثل ما لحظت الكل حكى بمنطق واحد هاي السنة رح تكون مختلفة ونحن وصلنا طبعا مولحانا كفريق أكيد يعني بالتعاون مع إدارة النادي يلي من نكلل لكل الاحترام عم تقدم ما بوسعة كرمال فريق كرة القدم نعم أن يظهر بمظهر لائق بالنادي الأهلي أكيد طبعا يعني نحن النادي الأهلي هلأ بالوقت الحالي وصل لمرحلة عم ينافس على البطولات وأكيد وقت اللي بيوصل لكأس الأردن أو كأس الكؤوس هاي مرحلة صعبة جدا يعني نحن اللي حققنا لها بفضل تكاتف الجميع فإذا بدنا نستمر بالمنافسة لازم نحن نقدم الأكتر ونبزل ونضحي بشكل أكتر ونتعب أكتر كرمال أن نحن نظل محافظين على الوضع هذا اللي وصلنا له إن شاء الله خلينا نحكي كابتن هلأ عن التعاقدات اللي أبرمها النادي الأهلي وتحديدا الحاج مالك واللاعبين الشباب اللي نضمه للفريق للمنافسة يعني هل أنت بتشوفها مناسبة للمنافسة على الألقاب خلال هذا الموسم نحن العام هذا يعني أضفنا إضافات نوعية للفريق ما اعتمدنا على الكم يعني عدد لاعبين كبير اعتمدنا على نوعية اللاعبين والمراكز اللي نحن بحاجة إله يعني بصراحة نحن جبنا نوعية كتير جيدة منه هلأ أنا باعتقادي الحاج مالك اللي كان لاعب مع الوحدات ربما ما كان عم ياخدي يعني فرصة كافية هلأ من خلال التمارين والمباريات بدأ يجوهر اللاعب وبدأ يعني يبرز إمكانياته وباعتقادي عم يقدم مستوى كتير منيح عنا أحمد العيساوي إجانا من شباب الأردن هو لاعب مميز وبارع من وقت اللي كان حتى بشباب الأردن ولاعب هداف كذلك الأمر هلأ عم يبرز بشكل كتير منيح عنا اللاعب هلأ إذا لا حستيع عبيدة السمارنة جبنان إحنا من كفرسوم لاعب كذلك الأمر ضم للمنتخب الوطني الأردني وهلأ يعني شبه عم يلعب يعني كلاعب أساسي وهي يعني إضافات أنا باعتقادي جيدة جدا فيه علي ياسر إجانا من البقعة فيه عنا كذلك الأمر سيف الشماري هذا لاعب تونسي مدافع هاي الإضافات اللي ضفناها إذا لاحظت نحن يعني ما في العدد الكبير وفيه محمود شوكة لاعب شاب جديد يعني إجانا من نادي الوحدات طبعا هاي الإضافات يعني إذا ما نطلع عليها هي من ناحية الكم قليلة يعني بس بقى عطتنا أريحية كبيرة نعم كون أني نوعية جيدة وصار في عنا يعني أنا باعتقادي دكة كتير ممتازة هلأ سواء أني يعني اللي عم يلعب كفريق إذا عش لاعب أساسي أو اللي من برة هلأ كنا نحن العام الماضي بصراحة يعني نفتقر لهالموضوع هذا نطلع لبرة مين بده ينزل ما مين ومعظم الأحيان المراكز اللي كانت عنا يصير في عنا نقص فيها فنضطر نلاعب مثلا لاعب الوسط اللي لعبه ظهير اللاعب أحيانا المهاجم الرجعه لورا لحتى أن تبتل حالنا تبتل فلا الحمد لله يعني هاي السنة تغيرت الأمور كتير وهلأ عنا بكل مركز تقريبا اللاعبين واللاعبين مميزين والحقيقة يعني أنا يعني ضمن هالمقياسات بالوقت الحالي عم بيحتار حتى مين اللاعب اللي ممكن يكون أساسي ومين اللاعب اللي يكون احتياط كونه أني كتير راب اللاعبين من بعضهم من ناحية المستوى نعم طيب كابتن بالنسبة لفشل صفقة انتقال محمود مرضي لا الوحدات هل أنت كنت مع انتقاله أم عدم انتقاله أهلا أنا بحبز أني يبقى محمود مرضي طبعا ضمن النادي الأهلي هذا يعني أي مدرب بيكون عنده لاعب مميز ما بيحب أني يفرط فيه بس أنا عطيت الأوكي على انتقاله نعم كوني شعرت أني اللاعب يعني قالوا أني هو عنده رغبة فوقت اللي بيكون اللاعب عنده رغبة بعملية الانتقال أنا ما بوقف بدربه مشان ما يصير يعني بالمستقبل أني والله أنت حرمتني أنت كذا أنت كذا لا أنا عطيته الأوكي أني ممكن مثلا عملية الانتقال بس أنا شفته لللاعب يعني هو محتار كان وشوي ملتاش وما نعرفانش وياخد قرار طبعا يعني واحد مثل محمود مرضي لاعب شاب إمكانياته كبيرة نعم الأندية بلشت يعني سواء الفيصري أو الوحدات يعني يفاوض من أجله طبعا أنا لمست منه يعني بالآخر الوفاء للنادي الأهلي وهو حابب أني يبقى مع النادي الأهلي ويكمل التجربة الاحترافية وحتى ينطلق للأعلى يعني ممكن يصير العقود خارجية لمحمود مرضي بالمستقبل تكون يعني بجوزة بعيدة عن توقعاته حتى طبعا هو يعني بدايته انطلاقته الحقيقية كانت بالنادي الأهلي فحب أني يرد الجميل للنادي الأهلي يعني ويستمر مع الفريق نعم كابتن ماهري يعني زي ما بتعرف حضرتك الموسم الماضي كان يعني بعض الفرق والأنديته تعاني من البنية التحتية من ناحية الملاعب ومنشآتها الموسم هذا الحمد لله رب العالمين بسبب البنية التحتية الرائعة التي تسبناها من صدافتنا من اللي هو المديال كأس العالم للشابات كيف بتشوف المنافسة حتكون الموسم مقبل في ظل هذه البنية التحتية الرائعة الحقيقة هلأ يعني الشيء الإيجابي جدا توفر البنية التحتية مثل ما حكيت لكل الأندية حتى الملاعب الرسمية اللي هلأ مثلا عندك أنت عدة ملاعب هون بالعاصمة عمان بتلاقيها كلها مميزة بإربط صار فيه ملعب مميز ملعب الحسن عما تطلع يعني بصورة عامة هاي السنة رح تكون مميزة بالنسبة للملاعب يعني هلأ أنت هون أنديت عمان باعتقادي أنا ما في نادي ما صار عنده ملعبه الخاص وهذا الشيء يعني إيجابي جدا للنادي أني يروح بأي وقت بيحدده هو بده يتدرب العام الماضي كنا عم منعاني معاناة كتير كبيرة وخاصة أني ما في ملاعب خاصة أني الملاعب كلها كانت موقفينة كرمال أني يجددوها فكنا يعني معظم أنديت عمان كانت عم ترقد من أرنة لأرنة ومعظم تمارينة كانت حتى على الملاعب الصغيرة يعني على الخماسي موسم صعب موسم صعب جدا يعني من ناحية الملاعب وإمكانيات الملاعب حتى الملاعب الرئيسية يعني ما كانت أني بنفس الجودة ونفس الإمكانيات هلأ ما شاء الله وقت العم تطلع يعني على الملاعب الرسمية اللي عم تلتعب عليها بطولة كأس العام للسيدات عم تشعر أنت مو يعني بصراحة مو بالأردن عم تشعر ببلد أوروبي على هالملاعب وعلى هالتنظيم الجيد يعني إمكانيات جيدة كتير يعني باعتقادي أنا نالت إعجاب الجميع يعني هذا الشيء وأكيد يعني بطولة كأس العالم للسيدات فادت الأردن من ناحية البنية التحتية بشكل كبير وحتى تحسن مستوى التنظيم أكيد بكل المباريات اللي عم نشوفها صحيح نحلت واحدة من المشاكل أيها إن شاء الله بنحلوا كلهم كمان إن شاء الله كابتن خلينا هلأ نروح نحكي عن المشاركة التاريخية للنادي الأهلي في كأس الاتحاد الآسيوي الموسم المقبل طبعا النادي الأهلي ما شارك بكأس الاتحاد الآسوي ولا مرة هاي أول سنة والحمد لله يعني ربنا نحن مثل ما حكينا أكرمنا من خلال بطولة الكأس إن صر لنا مشاركة آسيوية طبعا نحن عندنا اجتماعات دورية مع إدارة النادي حتى اليوم كان عندنا اجتماع يعني بشكل أسبوعي عندنا اجتماع منطرح كافة المشاكل وسبو الحلة كرمال إنه نحن نوصل يعني بالفريق ونرتقي فيه لنستوي اللي يعني كل جماهير النادي الأهلي وحتى جماهير الأردن بتطلع إلوه طبعا المشاركة الآسيوية بحاجة لجهود بحاجة لمقومات النجاع إذا ما بدنا نرصد نحن هذا الأمر ما رح نطلع يعني بنتيجة إيجابية أكيد فإدارة النادي إن شاء الله يعني عم تحاول الزل الكافة والصعوبات كرمال إنه نحن نوصل يعني بالفريق ونرتقي فيه لمستوى جيد طبعا بطولة الاتحاد الآسيوية باعتقادي أنا من ناحية إمكانيات الفرق اللي عم نشوفه نحن من خلال الموسم الماضي أو اللي قبله يعني ما هي هالمستوى الخرافي اللي ممكن إنه نحن ما نتجاوزه لا أكيد عندنا أمل كتير كبير وعندنا أصرار وعندنا عزيمة كرمال إلي نحن يعني إن شاء الله نصر بمستوى جيد من أول بطولة آسيوية وإن شاء الله يعني ربنا يكرمنا وممكن حتى البطولة يعني ما في شي بعيد يعني به الموضوع هذا أكيد طبعا يعني أي إنسان لازم يكون عنده طموح وعنده أمل أني أنا ممكن حقه إذا بطل الأمل يعني راح يعني ما عادل طموح أساس النجاح بالضبط يعني لازم يكون عنده يعني أنا العام الماضي حتى وقت اللي كنا مثلا مع الفريق كنت أنا حاول وصلهم باستمرار أني أنت لازم يكون عندك ثقة بنفسك أنت قادر إذا ما وصلت للقناع أني أنت قادر ما ممكن تنجاح صحيح لذلك هذا اللي كنا نشتغل عليه يعني من الناحية النفسية تعرف يعني هلأ مثلا غير الإعداد البدني وغير الإعداد الفني والتكتيكي فيه شيء اسمه إعداد نفسي هذا الإعداد النفسي يعني طبعا بالتعاون يعني إدارة النادي بالتعاون معي دائما نحن نحاول يعني نرفع همة اللاعبين وإمكانيات ونكرمال أني نصل للشيء البدنيا إن شاء الله وإحنا نتمنى لكم التوفيق في كل الموسم الكروي سواء في دوري المحترفين أو في كأس الاتحاد الآسيوي يعطيكم ألف عافية شرفتنا بحضورك اليوم كابتن ماهر أهلا وسهلا بك الله يعطيكم العافية وشكرا لكم ولهالتفات الطيبة منكم شكرا لكم